وللمزيد من التفاصيل حول فعليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا من هناك مراسل التلفزيون المصرية باسم أبو العنين باسم بعد تحية يعني لو تصف لنا الأجواء لديك تحية إليك من العالمين الجديدة ومن الممشى السياحي وتحديدا من أمام أرينا العالمين حيث تقام فعليات الغنائية لهذا الأسبوع في العالمين الجديدة ضمن فعليات مهرجان العالمين الجديدة 2023 والذي يأتي هذا العام في نسخة الأولى تحت عنوان العالم عالمين ابتدأت هذه الفعليات يوم الخميس بحفل غنائي للفنان متحة صالح والفنان رهام عبد الحكيم ثم كانت الحفلة الكبيرة بالأمس للفنان حميد الشاعري والفنان محمد منير بدأ الفنان حميد الشاعري وصلاته الغنائية ثم دخل الفنان محمد منير ثم حدث دويتو بين الفنانين في تناغم كبير بين الفنانين والجمهور الحضور والذي اكتبت به الأرينا في هذه الأمسية الفنية الجميلة اليوم ختم الفعاليات لهذا الأسبوع مع حفلة غنائي ساهر لألفنان إليسا والفنان تامر عشور هذا المهرجان الممتد على مدى 45 يوما والذي ينتهي يوم الـ 26 من شهر غسطس الجاري ومن المتوقع أن يكون قد زاره بانتهاء مدته نحو مليون من المواطنين المصريين ومن الوطن العربي ومن جنسيات مختلفة حسنا باسم ماذا عن الأجواء لديك وأيضا الحضور والإقبال في الحقيقة الحضور بغزارة وطبعا ازداد أعداد المواطنين بدءا من يوم الأربع الماضي كان هناك زيادة وازدحم كبير من المواطنين خصوصا وأن هناك من يأتي فقط ليتابع هذه الاحتفالات وهذه الحفلات ويعود مرة أخرى سواء كانوا من إسكندرية أو القاهرة أو مطروح أو أي محافظات أخرى لأن جميع الحضور ليسوا جميعا من المصطفين هناك من يأتي يحجز التسكارة ليحضر الحفل وطبعا لدينا في نحن الآن في الممشى السياحي الحركة قد تكون قليلة نوعا ما في هذا الوقت من ذروة النهار ولكن مع انخفاض درجات الحرارة بعد العصر تقريبا يكون هناك ازدحان بشكل يومي في هذا المكان والجميع مستمتع بوجود في الممشى السياحي وفي مدينة العالمين الممشى السياحي بالمناسبة يعتبر يعني إذا أطلقنا عليه لفظ هو وسط البلد في العالمين الجديدة وفي خلف مول تجاري كبير يقتض بيئة الزوار وطبعا هناك خدمات ترفيهية متعددة على هذا الممشى السياحي وبجوارنا شواطئ للبحر وهناك شواطئ مجانية أيضا البحر على يميني الآن فالأجواء أجواء احتفالية وكرنفالية ويعني نسعد بوجود هذا الازدحام ونفتخر بأن لدينا مدينة كبيرة بهذا الزخم الحضاري الراقي مدينة العالمين الجديدة على أرض مصر على السحل الشمالي حسنا زميلة باسم أبو العنين شكرا جزيلا لك